القانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد بهذه الكلمات أكد الملك عبد الله الثاني على رفضه لأعمال الشغب وخرق القانون لذا جاءت بعدها على الفور استقالة وزير الداخلية تبعه انتشار أمني كثيف في محافظات المملكة سيلقى كل من خالف القانون وكل من خالف حظر التجول وكل من تجاوز على القانون كائنا من يكون جزاؤه القانوني وفق المنظومة القانونية القائمة ما شهدناه من مظاهر أخلى بالخطر والسلم العام لأن إطلاق النيران بهذا الشكل يتهدد حياة المواطنين الأبرياء وهذا أمر لا نقبله ولا نرتضيه وسنتصد له بالحزم والردع اللازمين والمطلوبين التحرك الأمني جاء لضبط الأمن ومصادرة السلاح الذي تم استخدامه وضبط مثري الشغب على أثر الاحتجاج على فرز الأصوات في الانتخابات النيابية حيث أكدت الحكومة الأردنية العمل الجاد من أجل إعادة الهدوء إلى جميع محافظات المملكة أمر أعاد فرض هيبة الدولة وإمكانياتها في الحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها لذا يؤكد المراقبون على ضرورة إعادة النظر في قانون حمل السلاح لا يحقل أن تترك هذه الأسلحة دون أي داعي ودون أي مبرر أسلحة نوعية وأسلحة حديثة ربما تستخدمها الدول ولا يجب أن تكون في متناور المواطنين وبالتالي هذا يستدعي الإجابة على السؤال الكبير أين هي ضوابط المتعلقة بوجود قانون يضمن عدم انتشار الأسلحة وكان مجموعة من الأشخاص قد استخدموا الأسلحة وقاموا بعمليات حرق وتعدي على الممتلكات وإطلاق أعيرة نارية فيما جرى تحويل العديد من الأشخاص الذين تم ضبطهم إلى المدعي العام وتوقيفهم لمدة 15 يوما وجاري إلقاء القبض على الباقين الانتشار الأمني الكثيف أعاد الهدوء وفرض السيطرة الأمنية في جميع محافظات المملكة في حين لا زالت الأجهزة تحقق في الفيديوهات المتداولة لضبط جميع المتورطين وتحويلهم للقضاء دمال كردي قناة الغد عمان